موسيقى علينا الآن نغطي جزئية تجنب الخداع والاحتيال العمل عبر الانترنت بتواجه العديد من الصنوبات وتعد عمليات الاحتيال عبر الانترنت يمكن من اكثر العمليات شيوعا كون الكل صار يتوجه للعمال الحراب بالانترنت او للعمال عبر الانترنت عموما فعمليات الاحتيال صارت بتشكل مصدر قلق كبير جدا 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 للعديد من اشخاص اي شخص دي فوتيشتر اونلاين صار اول حاجة يعني بحطها في باله انه الشخص اللي اتعال معه اكيد نصاب فكيف انا بدي اتجنب المحتالين وكيف انا بدي اتمكن من اصول نفسي وفلوسي ومهاراتي وما اخلي نفسي عرضة او مضحكة للاشخاص اللي جايين يستهدفوا الناس قليل خبر عبر الانترنت لازم تعرف كيف تكتشف هؤلاء الاشخاص وتميزهم عن بعد نحكي في الاول عن عنواع عمليات الاحتيال في العمل الحر اول نوع من انواع عمليات الاحتيال هي الوظائف الوهمية المعروضة في منصات العمل الحر عبر الانترنت الوظائف الوهمية هي باران شخص ما فيش عنده وظيفة بس راح مواقع العمل الحر عمل حساب ان هو عميل او مشغل وراح نزل اعلان وظيفة هذا الاعلان بيكون لوظيفة وهمية الهدف منها انك تفوت تنقر على اعلاناته او الهدف منها انه يضحك على العالم الشغلة الثانية اللي هي الخدع المتعلقة بالشراء والدفع مواقع العمال الحر وتوظيف الوهمية او المقلدة كثير يعني ممكن تشوف موقع عمل حر جديد ويغريك انضم لنا ونعطيك 50 دولار اول ما تسجل طبعا هذه كله نصب ما تشغل الا على المواقع الموثوقة بالاضافة لهيك في عمليات سرقة وانتحال هوية ممكن تشوف شخص تاني عامل حساب مواقع العمل الحر باسمك وصورتك وبياناتك الشخصية فانتبه ودائما بلغ عن الحسابات اللي من النوع هذا وتذكر دائما انك ما تقوم مش باي عمل مجانا ما تبدأش في تنفيذ اي مشروع قبل ان يقوم العميل بتوظيفك يعني مش يحكي لك فوت الرابط هذا وبدأ شغل وانا حوظك بكرة مثلا لازم ما تبدأش وغالبا المشاريع بيكون فيها محفظة الموقع اللي بتحفظ لك فلوسك وحقك يفضل انه العميل يحط جزء من المبلغ في محفظة الموقع قبل ما تبدأ في الشغل تبعك لانه لو ما حط مبلغ معناها هو مش جدي لو مش مأكد بيانات بطاقة الدفع تبعته معناها هو مش جدي في الوظيفة هاي ومعناها غالبا هو محتال فما تبدأش شغل الا لما تضمن حقك وما تشتغلش ببلاش الان في شوية اشارات تحذير من الاحتيال من الاشارات هاي او من المواقف هاي اللي ممكن انت تفهم من خلالها انه العميل بيحاول يحتال عليك اذا طلب المعميل منك معلومات شخصية حساسة زي مثلا ضخم البطاقتك الاقتمانية ضخم حسابك البنكي او مثلا طلب منك في المسجات طريق الدفع مسبق قبل تنفيذ الخدمة طب يعني انت كيف بدك تدفع لي ولا ما نفتش الخدمة اصلا ممكن برضو يطلب منك مبلغ باسم رسوم فتح حساب او عضوية يحكي لك انا بدي اياك بس لازم تفتح حساب في الموقع كذا ويديك حساب او موقع معين والموقع هذا يكون بيعرض لك عضويات ويحكي لك سجل بخمسة دولار يقول لك ما عليش يدفع لخمسة دولار ما انا حوضفك بخمسمائة دولار يحاول يغريك هذا نصب طبعا ما تسجلش ما تحطش بياناتك في اي رابط بيعطيك اياه اذا ما كانش في اي ردود او تصنيفات على صفحة العميل هذا مع الاخذ بعين الاعتبار اذا كان العميل جديد يعني اذا كان العميل قديم ومفش اي ردود في بروفايلو ومفش حد لا ما اخده رماطي معه بدك تشك في موضوعه اذا كان فيه تقييم سلبي للعميل تفوت صفحة العميل وتشوف تقييمات تبعته فيه فريلانسر زي ما العميل بقيمك انت بتقيمه فيه فريلانسرز بيكون تعامله مع عملاء مصطبين بيكون كاتف بروفايلو مدي نجمة وكتب لك انه هذا الشخص يتفعش مثلا اذا طلب العميل منك انك تقوم له بعمل قبل ان يقوم بتوظيفك كيف يعني يعني حكي لك بس تصميم له التصميم الصغير فرجيني شغلك هذا هو فعليا بكون هو التصميم اللي بده اياه بفلوس وانت صننطله اياه وعطيته اياه وبعدها هيخطفي ولا هيرجع يتواصل معك فهيك انت هياخد العمل اللي بده اياه ومش هيتفعلك ولا اشيه فانت بكون ضيعة حقك فما تعطيش اي شي مجانا يحكي له لا عطيني الجب وعديها بصميم لك اللي بدك اياه اما اذا بدك تشوف اعمالي بروح شوف معرض الاعمال فيه كل اعمالي وبتشوف من خيالها ان انا محترف وانا قادر انفذ التصميم اللي انت بدك اياه اشتركوا في القناة